بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الإسلام فيه الحياء والأمانة فينقض هذا الحياء فيكون صفاقة وجه وارتكاب أمر يستحام وهذه الأمانة يأتي ضدها الخيانة وأمر بالصدق والعفاف فيأتي الكذب مكان فك عرى الصدق لأن العرى الإسلام إذا انتهكت فنقضت لا بد أن يأتي ببديل هكذا القلب في جسم الإنسان القلب يملأ بما يملأ به المرء العاقل باختصاصها بحب الله وتعظيم محارمه واجتناب المكاره ويأتي آخر يستولي الشيطان على قلبه فيملأه بخلاف ذلك القلب لا يخلو لا بد أن يكون ملأ بشيء لأنه لو كان فارق دل على أنه خائف أو جائع الخوف إذا ملغ أشده في قلب المرء ينسى كل شيء والجوع إذا طغى على الإنسان حتى يعرف الهلاك ينسى كل شيء فيصبح قلبه فارق لا المحبوبة ولا العشيقة ولا الذرية ولا الأهل فلما يكون القلب فارق في هاتين الصفتين دل على أنهما لو شابعا واطمأنا لا بد القلب يغلي بما فيه إن حسنات وإن سيئات تنقض هذه العراء دل على أن كل عروة فيها مما يقرم إلى الله عز وجل إلا ويحصل فيها انحلال ويحل محلها ما يغضب الله ورسوله إنسان إذا تتبع هذا رأى ما يرى آتينا بأمثلة من الصدق والعفاف والشجاعة والحمية والنخوة وعدم الحسد وتمن الخير للآخرين والسعي في مصالح النفس دعاك الواجبات من بر الوالدين ومساعدة ذي الحاجة والفقير كل هذا ترونه في الناس يغلب عليهم الأنانية حب الذات لا يهمه وطن ولا أفراد المسلمين فإذا رأى فرصة فيها مصلحة لهم تقدم إليها بوسائل ولو فيها فتك المجتمع أخبر صلى الله عليه وسلم هذه آخر ما ينقض ترى هذه فيه من دلائل النبوة وفيه الأمر أو لما قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها تشبث إلى أن يكون آخر ما ينقض هذين الأمرين ويرد إخبارك ما هو مجرد خبر يا عبد الله إنما هو تصوير لما يحل بالناس وكأن فيه تحذير وكأن فيه تحذير إن رأيت ذلك لا تكن يا عبد الله مما شارك في انتهاك هذه الأمور وحل هذه العرى لا تكن معه ثم هذا الإخبار لأجل تحذير الناس والسعي في الابتعاد عما يؤدي إلى مثل هذه ثم بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمغيبات وما يأتي على الإنسان لا تظن أن فيه تثبيت وأن هذه أمر واقع تحمل لا فيه تشجيع وفيه تحذير آخر هذه العرى التي تنكث وتنقض الحكم والصلاة الحكم مصدر حكما يحكم ومعنى حكما يحكم أي قضى ونفذ ما جاء الله فيه بأمر أو نهي حكم القاضي حكم المفتي أي أن هذه الفتوى وهذا الحكم هو حكم الله والمراد بالحكم أي ما يصدر من أحكام وليست بالضرورة أن تكون من قاضي المحاكم التي فيها التي فيها بيان الأنكحة وفض الخصومات الحكم يا عبد الله يصدر من كل شخص له معرفة بما يجري بين حصمين فإذا قضية تتعلق بأمر هندسي مما يتعلق في الاعتداء في البيوت أو ما يتعلق من الاقتصاد العالم فيه يطلب منه الإنصاف في هذه المسألة حتى الطبيب أن يقول اسبر السبر مناطق ياسر بين جراحات هذه الخصوم لأجل أن يكون قصاص يجب العذل فيبين لا يصح وإذا سمعت الحكم بمعنى إذا عرفت أنه مصدر حكم أي ما يصدر عن الرجل المكلف العالم الخمير بالمسألة التي ترفع إليه أعلاها مرتمة ذاك الذي يعرف الشرع ويحكم بين الناس في أمور كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم آخر هذه الأمور هو نقض الحكم أي افهم حاول تتخيل إيش معنا نقض الحكم الحكم جاء بالأمر بالعدل فيه والإنصاف فيه وعدم التحييز لأحد الخصمين أو الطرفين وأنك لا تبيع الأمانة في معرفتك الحق بشيء من المال جاء في الحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة بيع الحكم هذه في علامات الساعة يقرأها كثير من الطلبة العلم وقد لا يفهمونها بيع الحكم أي أن الحكم المطلوب إصداره من إنسان كلف بالقضاء أو الحكم يبيعه أي من يدفع أكثر ملنا بالحق ملنا بالأمر إلى جانبك وهذا من قديم هذا موجود لكن يكثر ويفشو في آخر الزمان الرشاوة وقضايا الإختلاس وبيع الذمى ما تخلو منه أمة بس فيه أمة لها انضباط وإن كان لا يجر أن يفعل هو لكن رقيب يحسد غيره وأن يفعل ذلك وكل ما كثرت الرقابة قل هذا الأمر واختفى لكن لا بد لو قرأت وتتبعت ما يجري في الأمر شيء كثير فلما بيّن صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة بين بيع الحكم هذا من قرن السادس والذي قبل يأتون للمفتي يسألونه عن قضية فيحب أن يرضيهم ويسرهم لأنهم أناس ذو شارات يعني ملابس تدل على ساعة حال وثراء وهو يطمع ويقول له من أي بلد أنت يعني من المدينة التي فيها الشافعي يسود مذهب الشافعي له فتية وإذا كنت من الحنفية من جنوب شرق آسيا أو الباكستان أو العند لنا فتية خاصة وإذا كنت من بالشام أو مصر هذا يوجد من قديم لكن الشاهد خشوه وانتشاره كثر الآن فيقول صلى الله عليه وسلم آخر ما ينقض الحكم والصلاة الصلاة كثير من قديم كم من يصلي كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه ولا دين له كم من يصلي إنما هو حسب العادة وغيرها ويقول صلى الله عليه وسلم هذان الأمر رفيه تحذير أن هذا لما كان الدين والله أمر ووصى به وألزم الناس بالاستقامة أي أنتم يا عباد الله احذروا أن ينالكم شيئا من أفعال هؤلاء حافظوا على هذين الأمرين حكم الله وإقامة الصلاة وأدائها بالوجه الذي يطلب منكم والله أعلم اقرأ ما بعد وعن شقيق وعن المستضلين وعن هكذا نرى يقام الصبح لا تجد في المسجد إلا صفا أو صفين ويأتي الجمعة ويمتنئ بالناس لأنه لو لم يقم وعرف أهل الدار التي فيها بيوت كثيرة أو شقة كثيرة ينكر بعضهم ويتهم بعضهم فيلجأ حياء أو يرى أن هذه الفريضة والأخرى لا بأس فيها والآن شاهد تقام الصلاة في المساجد ويأتي من لم يصلي يتحد الناس ويسعى والمسجد خلفه أو عن يمينه وشماله ما كان يفعل الناس إلى عهد قريب تأتي عصار وأزمن يختلف الإيمان زيادة ونقصان وآخرهن الصلاة وهذا الذي هو نشاهد اقرأ ما معده وعن وعن المستضل بن حسين قال سمعت عمر من الخطاب يقول قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب مرارا يقول لهن حين يسوس أمورهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية يقول عمر قد علمت رضي الله الحديث معنى ايه معنى أنا أعلم لأن العرب فيهم الشيادة والخلاف مدة طويلة ثم أخبر صلى الله عليه سلم أن من لم يقم بأمر الله يسلب الله له تلك النعمة ويقول قد علمت أي وصله خبر اللهم رضي الله عنه قد علمت ورب الكعبة متى يهلك العرب متى يكون فيه هلاكهم طروج هم عن الحكم قال حين يسوس الناس يسوس من السياسة يعني يقوم بأمورهم ويدبر شؤونهم ويوجههم التوجيه الذي فيه محافظة قوة الأمة وسلامتها وما إلى ذلك ساسهم أي حكمهم أوجههم قال أنا أعلم أعرف متى يهلك هؤلاء الذين بيّن صلى الله عليه وسلم أن الحكم فيهم إلا إذا خالم قال تعرفون متى يهلك هذا معنا قد علمت قال يهلك العرب حين يسوس رجل ما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بالضرورة أن يكون معه يكون عايشه في سنته وفقها ما أتى به وما بيّنه عن الله عز وجل ويقول أنا أعلم إذا جاء مثل هذا وساس الناس لابد أن يفقد شيئا ويخرب من يسوسهم أن يأتي من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يفقه دعوته الثاني من لم يعرف أمر الجاهلية الجاهلية لا تختص بالأمة التي قبل الإسلام لا لكن هذا عرف التاريخ وأصبح الناس يعرفون ذلك سميت جاهلية من الجهل والجهل عدم معرفة الشرع فلم يكن هناك بصيص نور من كتاب الله يهديهم ويرشدهم وبين لهم الحق من الباطل ما كان موجود فأمرهم فوضى وشغب وأمور مخلة بأشياء كثيرة من الحقوق قال من لم يعرف الجاهلية القصد منه أن من لم يعرف الشر والباطل لأن الجاهلية لا تقتص بعصر من العصور كلما ساد الباطل وبعد نور الشرع وتقول هذا يعيش في جاهلية ويقول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن العرب إنما يهلكون حين يسوسهم الرجل لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الشر مصادره وأنواعه قال إذا كان كذلك فإنه إذا ساد هذا الرجل وحكم الناس ينتشر الفساد فيهلك هذا النفر من الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أن تكون القيادة تحت أيديهم ما الذي تفهمه من قول عمار رضي الله عنه أن من تولى أمر الناس وهو جاهل بأمر الشريعة ثم إنه لا يستشير ولم يكون من يستشير هم ويطلب منهم الرأي ويستنير بما عندهم من الفقه والعل يكون فيه أحد فساد في هؤلاء القوم الذين أخبروا أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بيدهم الأمور أو يأتي رجل لا يعرف من الباطل والشر شيئا الناس عادت إذا شافوا الزاهد والطيب والذي ما مر عليه كذا يرون أنه هو الذي يرشح لا يا عبد الله وإذا تنافسوا في ترشيح أمر من الأمور مما يحتاجه الناس في فض المنازعات ثم أردت أن تختار اختر من يعرف الشر اللص وقاطع الطريق والذي عاش الأخباث ثم تاب الله عليه ورجع إلى الله عُرِف عنه الصدق والأمان وخبره الناس هذا أعلم بما يجري بين الناس من أمور ويدرك برأيه أن هذا الذي يعمله العامل فيه فساد أن هذا الذي يقصده فلان فيه خير فر هذه فراسة وإضاءة ويدرك بملامح خفية ومعرفة صادقة من بعيد أن تصرُّف هذه الأمة في هذا المسلك يؤدي إلى وبال وأن هؤلاء الذين ينحوا إلى هذا فيه خير لأن هذا خبر الشر عرف الخير والشر أما ذاك المغفل الطيب لا يدرك فيقول أن من تولى أمر الناس وما مر عليه ما عرف الباطل والخير والشر وطرق الفساد ثم رجع إلى الله واستقام هذا ولم يرجع عنه إنما نشأ استقامة باستقامة طيبة وصراح طيب طيبه يعود إلى نفسه لكن يا عبد الله لا يصلح أن يسوس دائرة أو مكتب أو كذا أو أمة من الناس هذا خبر ما معنا خبر لما تقول يا عبد الله سيل أتى على القرية فسقا حروثها وزروعها واستبشر الناس وملأوا أواعيهم وسقط أغنامهم ثم رأيت هذا بعينك هذا خبر ما انتهى ما في شيء كذلك لا يزيد اليوم وجدنا برد شديد وغدا حصل سيحصل كذا هذه أخبار هذه الأخبار المجرد لا يكون في قول الله ورسوله لأن هذا المجرد من باب التسلي ومن باب القصص أنا أعطيكم مثال يقول صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما قصطا يقتل الخنزير ولا يقبل الجزية يعني ما في إلا الإيمان أو القتل لما تأخذ بهذا تقول هذا هكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم إن استقصيت الفائد منه تقول هذه من علامات الساعة من دلائل المعجز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله لأنه أخبر بمغيبات أقصى ما تستطيع أن تستنب ذلك لكن الأمر خلاف ذلك اعتقد يا عبد الله أنه سيكون كذا وكذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا مجرد أنك تحدث به عمر لما يقول هذا القول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي يليها يعني إلى أن يفقدوا جميع عرى الإسلام آخر ما ينقض منها الحكم والصلاة ثم يقول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول عمر قد علمت ورب الكعبة ما الذي يهلك منه العرب قال العرب تهلك وتبعد عما خولها الله له من القيادة والرياسة حين يتولى من يسوس الناس من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تفقه في دينه لأن الذي عنده الفق والسنة هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا الأحاديث أن الله يعني أن الله ينصره ومن معه لا تظن المعي أنهم كانوا مشاركين فيه بل كذلك أن الله ينصر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لسنته قال الذي ما صاحب الرسول لا صاحب السنة ولا عمل بها وتولى أمر الناس فإن فيه أول الفساد ثم إن هذا إذا لم يعلم الشر فلم يعلم طرقه ولذا الفقهاء رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يولوا مناصب التي فيها ما يجري بين الناس من معرفة الحقوق ومعرفة الدسائس والمكائد والحيل يبحثون عن من كان عاش معهم والذي ومعرفة 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 من من ابتلي بسرد من الآفات الآفة يعني النازلة التي يكرهها المرء في بدنها أو غيره اللي يعرفها المصائب هو من خاضها وعاشها ما يعرف ألم الأذن وشدته إلا من عاناه والطبيب إذا بدأ يفحص عن المرض وعرفه ثم جاء آخر في نفس المرض حتى أدخن هذا ليس كالطبيب الآخر الذي يعطي بعض المسكنات والأدوية هذا أخبر فإذا جاء نوع من المرض الذي كذا ما تذهب به إلى الثاني تذهب به إلى ذلك وكذا القاضي والحاكم لما يكون يعرف الشر والخير ويدرك ذلك يتفط حين يقول عندي دار جميل وعندي أراضي رخيصة وهذا الخصم أراد أن يعلم أن القاضي يطمح إلى هذه الأراضي ويرغب فيها الذي يفهم ذلك يدرك ما قصد هذا والذي ما يدري إنما على نيته تعلمون بعد ذلك اقرأ الذي يليه وعن شقيق قال قال لي يا أبا سليمان إن أمرأنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من اثنتين ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام الجاهلية أحلام يعني عقول أهل الجاهلية يعني كل أحد يسعى إلى مصلحته وهذه المصالح تختلف منهم من يسعى إلى المصلح العامة ومنهم من يسعى إلى مصلحته ولا يهمه أمر العام وكل أحد له عقل يدرك به دفع المضار فإذا رأيت خلاف ذلك فاعلم أنه لا عقل له ممعن لا عقل له مجنون العقل هو الذي يذرك المصلح فيزعى في تحقيقها ويعرف الباطل ويزعى في دفعها الذي لا يفعل ذلك تقول هذا ليس بعاقل لأن العقل أمر يضبط به الأمر المرء شؤونه في صلاح الذي لا يعرف الصلاح من الغرس هذا مه عقل ولذا رأيت في كتاب الله أفلا تعقلون فاعلم أن قبلها أمور يدركها الفطن العاقل فلما كانوا لا يعرفون المصلحة فيدفعونها في اجتلي ولا يدركون المضر فيدفعونها يقول هذا فلان غير عاقل فقال أخبر هذا قال هذا ما عندهم تقوى ولا عندهم أحلام أهل الجاهلية اقرأ ما بعد وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي سمعت علي بن المؤمل سمعت الكريم سمعت محمد بن عبد الله العتبي يقول أتى أعرابي واليا فقال له لسي بالضر والي الحاكم قد يكون والي على هذه القبيلة قد يكون والي على أنفار طلب منه الوالي الأول رعايتهم جاء لهذا الوالي اللي هو في البادية على بعض الرعاة فتكلم معه قال أتى أعرابي واليا فقال له الوالي لتقولن الحق أو لأوجعنك لتقولن اللام لام القسم إما تقبرني بالحقيقة أو لأسببن لك ألما أو الوجع بمعناة ألم المرء يكرهه ويتمنى دفعه وأن لا يحصل به ذل على أن الوالي ارتاب في هذا وحب أن يتبين الحق فرأي عبدالله ما حب التصوير لا تسار فقال أنا إما قل الحق وإلا لأوجعنك أي أني أصلط عليك أمرا حتى يصل العذاب إليك لأجل ماذا مول التشفي لأجل إخراج الحق الذي أنت دفنته وسترته وكتمته اسمعوا قول الأعراب لأن الأعراب ساكن البادية وفي الغالب الأعراب في ذاك الزمان مو في هذا الزمان عندهم حلم وعندهم وعندهم عفة وصدق القول والشجاعة الخيانة قليلة فيهم والالتواءات هذه ما عندهم قليلة فيهم لأنهم قلة ويعرفوا بعضهم بعضا هذه الحياة لا تجدي مو معناتهم ما هم أذكياء ولا يعرفون طرق لا يعرفون هذه لكن ما ما يودونها أصحاب فطرة إيش معنى الفطرة يا عبد الله المولود يولد على الفطرة يعني لو تركته وما تدخلت في تشويه عقله وقلبه ومعرفته لخرج ويحب الله ورسوله ويكره الكذيب ويبتعد عن الخيانة ولا يحب كذا لأنه أدرك بعقلي أن هذه أمور مخلة قد لا يعرف تفاصيل الإيمان وغيرها إلا من الرسالة كل مولود هكذا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إما يخلون مجوس أو كافر أو نصران أو ملحد أو ما إلى ذلك وإلا هو لو تركته هكذا دون تدخل من الغير لخرج صاحب فطرة ولذا من قال فطرة الإسلام هو بمعنى هذا مو معناته أن مؤمن الإيمان لا يأتي إلا عن طريق الرسالة الأعراب هكذا العراب أول هكذا لما جاء الإسلام وانتشر وطلب منهم الهجرة كانت الهجرة مفروضة في الأعراب لابد أن يهاجر إلى المدينة لأجل الغزو والجهاد والجماعات ولذا لو بقوا هناك ما تم إسلامهم حتى يهاجروا الشاهد لما جاء الإسلام وأبوا أن يكونوا أصبح فيهم منافق لأن الحوال يبعث إليهم من يأخذ الزكوات ويتبعهم في إقامة الصروات وغيرها فكان منهم يرفض ذلك لأنه ما عنده علم ما تعلم ولا جاء إلى المدن وصلى مع الجماعات فأخبر الله عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم كانوا بعيدين عن هذه المجامع التي فيها العلم ما هو الآن الآن اختلف الأمر فيقول صلى الله فيقول الأعراب لما قالوا قل الحق وإلا سأمسك بشيء من العذاب أن إن ما قلت سأعذبك هذا تعليم أي القصد منه أن تخرج لي الحق لا تكتمه اسمع جواب الأعراب قل يا عبد فقال وَأَنْتَ أَيْضًا فَأَعْمَلْ بِهِ وَأَنْتَ أَيْضًا أَعْمَلْ بِهِ بِهِ الضمير يعود على ماذا أَعْمَلْ بِهِ أي أَعْمَلْ بِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ أنك تقول الحق أن تعرف الحق فتعمل به اسمع ما يقول الأعراب نعم وأنت أيضًا فأعمل به فوالله لما وعدك الله به أعظم مما وعدتني به من نفسك فوالله إنما وعدك إن ما بمعنى الذي اسم موصول إن والله إن ما وعدك أي الذي وعدك الله به أعظم عن أشد وأكبر ولا مناسب الوعيد والوعد أحيانًا يختلفان وأحيانًا يتفقان والغالب أن الوعيد يأتي بمعنى التهديد والتعذيب في المستقبل والوعد بشارة بخير سيعصر وأحيانًا يأتي هذه مكان هذه إنما وعدك الله به إما جزاء حسنًا أو عاقبة سوءًا فيقول إن والله إنما وعدك الله به أعظم مما وعدتني به من نفسك وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أتنى استغفر وقال أتبو إليك بسم الله الرحمن سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أقول اللهم إذا كان لي دعوة مستجابة تكون بكذا وكذا أم أن مثل هذا يعتبر اشتراط على الله في الدعاء يعني هذا رجل يشك في رحمة الله وأن الله يقول أدعوني أستجب لكم وهذا من التردد في السؤال لها صلى الله عليه وسلم يقول قال إذا سألت فأعزم المسألة يعني تخرج من قلب صادق أن الله مطلع عليك وأنت صادق فيما تقول لا تقول اللهم ارحمني إن شئت نها صلى الله عليه وسلم من يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم إن شئت اعطني لا ما صح لأنه كلمة إن شئت تقال للمخلوق لأن المخلوق إذا أراد أن يستجيب لسؤلك يستجيب لها وهو كاره إما أنك أحرجته أو أن العطاء المرء ثقيل على نفسه أو أن الحياة يمنعه وإلا ما أعطاك وأمور كثيرة تصرف هذا من استجابة لكن الله عز وجل لا مكره له لا تقول إن شئت اعزمي عبد الله قال اللهم إن كان لي دعوة مستجئة ما ينبغي هذا اعزم المسألة واسأل الله عز وجل نعم رجل يقول دخلت إلى الحرم قبل عشر دقائق من أذان المغرب فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس أراد أن يقول السائل أنا أصلح له سؤالة لأجل أن تعم الفائدة السائل يقول إذا دخلت وقت نهي لأنه صلى الله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح ونهى عن الصلاة في الزوال إذا كانت السماء في كبد السماء إذا كانت الشمس في كبد السماء تختلف سيفا وشتاء أي أنها بمعنى وصلت نقطة أن ظل الشيء ينكمش ولا يكون أقصر من ذلك آخر حد لأن في الشتاء في مك بالذات وما حولها من المدن الخريبة إذا كانت الشمس عمودية لا يكون للشاخص ظل إذا وضع الشاخص عود أو عمود أو إنسان ما له ظل الشمس كانت عمودية فإذا زالت بمعنى مالات من مكان الشروق إلى الغروب يبدأ الظل ينعكس بدل ما كان عن ذات يمين أصبح عن ذات الشماع لكن في الشتاء ما يكون الشمس لا تكون عمودية لكن الذي يكون من تمام معنى ما هو في الصيف أن يصل الظل إلى نقطة لا يمكن أن يكون أقرب من تلك النقطة ثم بعد ذلك يزداد هذا الذي يسمى الزوال من عرف الزوال شتاء وصيف لا ينبغي له أن يأتي بالصلاة إنما يكف عنها وبعد العصر حتى تغرب الشمس عرفنا هذه الأوقات ومنها من صلى ركعة الفجر ما يتسن بعدها يقول السائل لو دخل في أحد هذه الأوقات المنهية عنها ودخل المسجد كيف التوفيق بين حديثين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبين حديث النهي لا تصل في هذه الأوقات كيف تجمع بينهم ترجيح النهي أو ترجيح الأمر هذا الترجيح قد يأتي من قواعد لا ترتبط بالأحاديث هذه القواعد يقول النهي مقدم على درء المفسد مقدم على جب المصلحة أو ابتعاد النهي أولى من الأمر أولى من العمل بالأمر هكذا عندهم لكن الصحيح لا تجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في آيات قرآنه بين آيتين أو حديثين متعارضين تمام الاعتراض ما فيه ما يكون هذا تناقل إما أن يكون أحدهم إذا كانوا في درجة واحدة من الصحة إما يوفق بينهم يكون هذا عام وهذا خاص هذا مطلق وهذا مقيد أو يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوق إذا تعذر عند بعض أهل العلم غيرهم يعرف فهذا قد تعارض عنده ما در فالعلماء رأوا أنه صلى الله عليه وسلم طاف في وقت النهي وصلى ركعتين ورأوا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال يا فلان إني أسمع دفن عليك في الجنة أمامي يعني أنت تسبقني في الجنة إيش هذا قال ما عندي عمل يا رسول الله إلا أني كلما تطهرت يعني توضيت توضأت صليت ركعتين قال كلما كلما ضرف يشمل جميع الأزمن والأوقات بما فيها النهي فأقره صلى الله عليه وسلم رأينا أمثال هذه المفردات دل أنها ذات سبب أدت إلى فعل ذلك فما كان من ذوات الأسباب يفعلها المرء دخول المسجد من ذوات الأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم ترجمة نانسي قنقر